السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ويسام بنهنية ورحب بكم في هذا الكورس الذي بعنوان Object Oriented Programming والذي من خلاله سنرى Advanced Concepts in Java مفاهيم متقدمة في الجابات سنرى من خلال هذا المقرر ما معنى الهنيري tense كيف نستعمل الوراثة في الجابات سنرى ما معنى ال Polymorphism الملتي ثريدين مفاهيم متقدمة في جاباته ال Networking سنرى كيف يمكن أن نشبك أجهزة مع بعض ثنين أو ثلاثة كمبيوتر مع بعض باستعمال ال UDP Connection ال TCP Connection سنرى مفهوم ال GDBC كيف نستعمل قواعد البيانات في الجابات سنرى ال GY Graphical User Interface ويعني ذلك كيف نصمم واجهات عن طريق كتابة برنامج بالجابات وسنرى أيضا ال Applets إذن أهدف هذا الكورس أولا demonstrate a deep understanding of various object-oriented design techniques يعني فهم عميق لمختلف مفاهيم وتقنيات البرمجة الغراثية ثانيا develop object-oriented applications in Java تصميم applications باستعمال لغة Java design Java Applet for Internet applications سيكون أيضا إمكانية تسوية applications متعلقة بالإنترنت develop programming applications with multi-threading سنستعمل multi-threading لتسوية بعض الapplications مفهوم هام جدا الملتثreading في الجابة develop Java Graphical User Interface and Animation يعني تسوية واجهات بستعمل لغة الجابة develop advanced software applications using gdbc and client-server technologies يعني تسوية applications تستعمل قواعد البيانات وتستعمل أيضا الnetworking client-server technologies إذن بالنسبة لي الشابتر في هذا الكورس الشابتر الأول سيكون بعنوان inheritance and polymorphism الشابتر الثاني سيكون على multi-threading very very important concept الشابتر الثالث سيكون على الnetworking الشبكات الشابتر الرابع على gdbc قواعد البيانات بستعمل الجابة الشابتر الخامس سيكون على الgy ما يسمى بـ graphical user interface سنتعلم كيف نصمم واجهات والشابتر الأخير على الapplets